شوفوا هو نادي لوتن تاون بدون أخلاق وبدون هوية عدوي إلى يوم الدين والله يعني جيت حصول لكم حلقة تانية فبتفاجأ أنه مجهزين لقرار الإقالة ولكن أفضل مدرب بالعالم رح تكون مسيرته صعبة عداء النجاح جبنا لهم قرناتش وجبنا لهم فيرغوسون جبنا لهم أردا قولير وحاولنا نفوز طب شو عملهم هن في نادي بيوم ليوم رح نتقم منكم أنا هنا العقد أنا حاليا بدون أي نادي فهل من نادي يأخذ خوس اسمائلينو دعم كل هاي الحلقة يا جماعة فجرون زر اللايك خلينا نوصل لعشرين ألف لايك والاشتراك للاشتراك خلينا نزيد خمس آلاف مشترك يعني بعرف أنه مستثلة مهلة لعب ولكن كمان دعمكم عليها كان خيالي جدا شيفلد يونايتد جانا عرض من البريمر ليك حلو هذا الكلام لوتن تاون أنا جايكم وعملوا لي تجنب الهبوط يعني اللازم انه الجنب الهبوط المركز الدوري تساطاعش يعني بدك تعمل معجزة يعني شو سوي 25 مليون ميزانية هل من عرض تاني يا شباب لا يا بوقع مع شيفلد يونايتد يا أما أنا بلا نادي فالسلام عليكم شيفلد يونايتد أنا أفضل مدرب بالعالم بإذن الله عندي تاريخ كبير بالتدريب طبعا دربت لوتن تاون لمدة يوم واحد بسي الله الرحمن الرحيم خس إسماعي لينا ورحلة تدريبية شاقة جدا استلمنا تدريب شي فرضيوناتد الحمد لله جانا عرض من البريمر ليك الحمد لله هيا بنا خلينا شوف رئيتنا التكتيكية أول شي خلينا شوف الفريق وبعدين طولوا بايكم شوي علينا خلينا شوف هاي المهم اللي يعطونا ياها يعني بربكم ها يعني آخر جولة آخر جولة يا شفا راح ننطرد راح ننطرد من أول مباراة الفرق بيننا وبين المركز الثمنطاعش يعني هذا اللي هابط معنا أصلا سبع نقاط وبمباراة وحدة أنا لازم جيب لهم تسع نقاط يعني والله العظيم هذا مانو كلام يا أخي هذا هذا ما يمشي هذا شيفلد يونايتد يا أخي عب تضحكوا علي ولا شو بل كي بدهم المهمة للموسم القادم أنا ما رح يعني أظلم هي آخر مباراة ضد توتن هام خلص هابطين هابطين ما رح تأثر النتيجة فأنا خليني حاكيها وشوف شو بدي قرر وإذا بدي يطردوني من البداية والله ما رأي عزب حال يا حبيبي يعني والله كمان الفوز على سبيرز بهاي التشكيلة ما نمو أمر سهل حبيبي ثلاثة واحد يا الله بتكونوا تطردوني السلام عليكم ما عندي مشكلة أنا متعود أصلا بسم الله خلينا نعمل تقدم هل هبطت ثقة النادي ولا خلص الوضع تمام شكل الوضع تمام خلينا نروح لبداية الموسم الجديد طبعا ايجاء أوووو 124 مليون حلو 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 رح نبني تشكيلة بهشافل ديوناتد ربDO رأيت النافعة لوطن تاون أقسم بالله لأجلتكم جلد بس هذا الفيرغوسون والقرناشو لازم نجيبهم لعنا ولكننا احنا حبطنا على الشاميوز شيب خلينا نقبل هذا الكلام عادي جدا تجربتنا رح تكون أفضل صراحة خلينا نبني الفريق بالشاميوز شيب وبعدين نحاول نرجع للبريمير ليك فبإذن الله استراتيجية رح تكون قوية 73 مليون ظلم الميزانية اللي كانت معنا ما بعرف كيف هم تروح الفلوس وكذا شو النظام بس ممكن تكون هي إلها علاقة برواتب اللاعبين وكذا هل أنا شايف لعبين عملاء أحرار السلام عليكم يوفيتش كيفك شو أخبارك إن شاء الله تمام أول تعاقد معنا عملاء أحرار وانا خسران شي من تعاقد معه وممكن نبيعه بعدين عادي جدا منشوفها لحسب الريت صراحة بهاي اللعبة ما بعرف قديش ريت يوفيتش أطلب انت راتب أطلب انت راتب الله يرضى عليك والله ما بعرف قديش ممكن أعطيك ما بعرف ياه وما في مراقبة آه 30 ألف ممكن والله يعني ما بعرف أكتر من هيك صعب أعطيك أنا وطلب مكافأة 230 ألف دولار معناها راتبوا بهذه الحدود ما علينا حلو قدرت صيب الراتب يوفيتش إذن ببلاش إذن يوفيتش 78 ممتاز جدا قدم ضعيفة خمسة سرعة جيدة تمر يوفيتش بيضل يوفيتش يعني أفضل من اللي عننا تعال تراوري اطلع انت أفضل من الريتات اللي عننا الموجودة طبعا هذا الكلام مبدأي يعني أنا ما رحيت لمداليه بس عملاء أحرار نحن ما مفوت شي هذا اللاعب ما بعرف يعني بين مراقبة ممكن حدا يخطفه فشو رأيكم تعاقد معه والله شكله هذا رهيب يعني متوقع أنه يكون السرعة بين 86 و 96 لماذا الريت؟ الريت؟ خس إسمائلين يا سلام يا سلام سرعة 89 عملاء أحرار تنقذنا مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشيستر يونادي سمعت أنه عندكم موهي بصاعدة أنا في لوتن تاون تطولي بقى طول بقى لك يا مان يونايتد لا تغلطي يا أخي بلوتن تاون تعقت مع قرناتشو من عندكم أنا أيوة أيوة نفسه يا سلام عليكم دعنا نرى تذكروني عندما تعقدت مع قرناتشو وماشيستر يونادي تتعقدت مع فيرقوسون هلأ هون رح تجيب موهب جديدة لأن أنا معصب من فيرقوسون وقرناتشو وخذلوني مع لوتن تاون لكن ممكن رجعهم على هذا الفريق اكتبوا لنا أراءكم دعنا نرى حاليا 50 مليون ممكن نبدأ معه ب52 مليون من البداية إلى هولند ونرى 72 مليون ما معنى ميزانية الله يرضى عليك لكننا في بناتنا ماضي جيد أخذ يوبيتش أخذ يوبيتش وخذ فوق يوبيتش 30 مليون شوف شوف التكتيك رفضوا هذا عارتر قوي ممكن يوافق على مبادلة ونزل السعر قليلا من لهم 40 زائد هذا توتر بأعلى شيء رح يفكر ويرجع يفوتوا بالحيط ويوافق على هذا الصفق لم يتم قبول عرضه أريدهم 72 مليون خلص تعال لهم لألك والله لجيب وغصفة عنكم أنا طمع أريد أن تنزلي 43 مليون أكل مقلب كبير جدا هولند سلام عليكم هولند نجمي الأول نجمي الكبير أنا حكيتها الحكي مع فيرغوسون قلت له رح سويك النجم الأول بالعالم بس خذلني أنا بعرف أنه أنت أقوى من هيك أزكى من هيك أنت كبير جدا بس مو كل شي تطلب راتب يا حبيبي شوفها أنا على 10 مباريات ما بعطك 670 ألف وراتبك عالي حبيبي بدك تنزله هل تفهم علي أو لا؟ دعونا نرى ما هو الوضع إذن عم يقول بده 73 مليون طيب خلص متل ما بدك آسف والله هذا شكله رح يحكمني بالفريق هذا هذا رح يخليني عمل شغلات ما بديها نعم إذن أهلا وسهلا بيولان هذا قناص هذا هولند الجديد بس مغيرين كم حرف عادي لا إله إلا الله ما في قمصان كمان بشيفلد يونايتد يا شباب لا تفضحون بالإعلام ما علينا أنا وين ما بروح أنا أنا أعملوا فيني هيك بس شوف جايب لك هاي الصفقة عطيني للك التقييم عطيني التقييم يا فيفا تقييم السعر شايف؟ شايف خوص يسماعي لينو تعالي للك هولند تعالي سلام عليكم والله هذا شكله كويس بس من يلا مخلي بديل ومخلي يوبيتش مبدئ هولند طبعا 93 سرعة يا شباب يعني اللي بدي سأل ميزات سرعة فائقة برع خطوة سريعة كل شي عنده هولند ونحن نطوره بإذن الله طبعا الانهاء 80 المراوغة 87 تحكم 82 حدث ولا حرج على هذا الولد 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 الدنيماركي 191 سنتي فوق كل شي طويل كمان شي رهيب جدا هلا بنعمل استراتيجي للفريق منحين نحاول نأخذ المداربين طبعا أنا ما كنت هونم لميس بس أمدربين للكم اريد أن نحاول نلعب بما أنه نحن تشامس في الفرق الجميع ونريدنا قادرين عليهم يعني نحن دعنا نشوف المدربين منحط الآن مدرب للهجوم يطلعنا خمسة 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 نجوم يا شباب خمسة نجوم خمسة انجوم ما فهيذا هجوم حلو هذا الكلام طبعا هذا مساعد المدرب وعدني انه يعطيني اقصى ما عند الكبير هويلند ويجيب له ايوه يعني شكرا للك مساعد يا اخي صادق انا بحب اللي اللي بيه كويك خلي المهارة عنده تزيد للخمسة ويزيد التمركز يعني هدول الشغلات شايفينها رح تزيد بعشر اسابيع رح يبصل واحد وثمانين هالند الجديد قادم وعن لوتن تاون معنا بالشاميونز شيف اههههههههههههههه tanoo chonas انا صراحة يعني ما بعرف شو صار لي ونسيت انه انا اللي خليتهم يهبط يعني وانسيت انه هنة معي فما عملت السيناريو على الاساس بس فيرغسون وغرناتشو موجودين غرناتشو صار صعب جدا انه نجيبه بس انا مفكريني insulting مراح помогلكم فكريني راح اترككم هيك شوف شوف هذا اللعب انطورت لهم يا ياالله يالله انا شو انا ليش عطيتهم النجم بس جاي انا والله قادم أعملوا لي ما بديوا يخرج مننا هلأ صرتوا هلأ هيك صرتوا بتتكبروا علينا لو تنتهوا نضيعنا الخبز والملح بس طيب فيرغوسون اللي نشوف هلأ بيعملوا له إعارة ولا ما بيقبلوا كمان كمان صرتوا نجوم نادي أنا اللي سويتكم ولعبيني ما عبتتعطوني ياهم بس يا قرنات شو يا فيرغوسون ملحق عليكم أنا جايكم بهولند وفرجيكم شو يعني موهبة أردا قولير رجع لمدريد أردا قولير الوحيد اللي اللي بيذن الله ما رح يخذلني تعال أردا قولير تعال طورتك أنا سنة انتم وأخلاق والشي تركي من عنا معلم يعني خلينا نشوف بسم الله إعارة كمان رفضني أنتو مو مو لعبتين أنا لا لعبتي ولا بعرفكم حزف 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 الله معكم اللاعب اللي نقصنا لعب كام ورا هولند ويوفيتش يكون هيك موهوب ونطوره يعني مثل لما جبنا أردا قولير بس ما عملاي حدا يقبل يا أخي السلام عليكم بابلو توريب تتذكرني السلسل الماضي اشتريتك وبعدين انت زلمة اتخازلت صراحة ما كنت تتطور يعني هاي السنة أنا راح أعطيك فرصة قافي طبعا يعني هيك جربنا وميريت ما ما بيمشي الحال هلأ بتجي عارة أول شي والله بيجي عارة والله بيجي عارة السلام عليكم السلام عليكم إدارة برشلونا المدرب محسوبكم خوسي اسمايلينو مدرب عريق بلوتن تاون منروح مع الشروط الأساسية بدون شراء مبدئيا لأنه بجوز ننطلت كمان بس يعني مدى قصير ولا سنة من إلهم سنة كمان شوف هل راح يوافق شافي ولا لا شافي إذن بده يعمل إعارة لبابلو خمسين خمسين خيو خلي هيك على حب النبي أنا مشجع لبرشلونا القديم وحابب ساعد النادي بيراتب من عنا من شيفل ديونايتيد شكرا شافي يا عراس يا هذا النادي المحترم مع اللاعب المحترم لما يجتمع مع المدرب المحترم الثاني كيف تطلع النتيجة يا هلا يا هلا يا هلا بالضيف والله جاء إليك شوفها جايب لك هولند أنا أبلك مثل موعدتك حبيب العلب بابلو توري طبعا عندك هذا سليماني ضعيف منروح كام منحاول نعدل الخطة هاي هاي هي الخطة اللي بدي لعاف فيها أنا توري ومنحط له هلا مدرب منحاول نطوره يوبيتش وهويلاند طبعا مثل ما هاتلكم رح نجرب هذا أرشير محاول يوبيتش منجيب هذا السيئة من الخمسة وسبعين تشكيلية جيدة جدا صراحة هاتلكم لعب من جماعة التيكي تاكا من البارسا رح يعلمكم التيكي تاكا بابلو توري وعنا لعب عريق من مانشستر يوناتد هويلاند فعلى الأساس بدي تشوفوا لي مدرب تيكي تاكا وسط يكون جيد وسط أربع نجوم يالله جيد هذا ماهر ممكن يعمل له شغل لبابلو توري إذن هذا مدربي ومساعد الثاني اسمه بنتلي وعدني أنه يجيب لطاقات حلوة لبابلو توري بابلو توري إذن المعار من البارسا لشيفيلد منفوت ومنشوف خطة التطوير والله يرح رجع لكم يا نار يا حبيبي نار أنا مهمتي طور لعيبي وانطرد من هذا حرام عليكم يا أخي والله حرام تركوني هون طبعا الالبي لعملاء الأحرار لا ننسى نضع له خطة التطوير لأنه شفته طاقات ورهيبة وعمره صغير لازم نجيب مدرب لحتى ينزل لنا يسرع لنا الدفاع تطور الدفاع 33 أسبوع بدون مدرب كم معنا فلوس معنا 22 مليون لسه راح نجيب لعيبي بإذن الله خلينا نروح ونحط مدرب أولا حلام عليكم شباب أحدا بيحب يدرب الدفاع تعال سيمونز خلينا نشوف الخطة بعد ما جبنا المدرب نعم نزلت من 33 أسبوع لل 26 هاي فاعدت المساعدين اللي هم جيبهم هكذا لما ناخد نظر على الفريق وين قصنا لاعب هكذا انه قوي ممكن نجيبه بـ 22 مليون ممكن اليميني أو المحور يققوه فيه بمخي لاعب طول بس أنا عم خاف جميع النجوم ويرجعوا يطردوني بعدين نروح مبالا ينجوم بس يلا راح نجرب مع لازيا عشرين سنة رهيب جدا هذا بـ تيلسي أول شي منجرب نجرب نقل له إعارة ما بيجي عارة هلا أنا ما معرف قيمته هل من راقب وخليني راقبه جاءنا التقرير النهائي للافيا والله شكلنا منقدر ناخده من تيلسي متى المشايفين بين التساطعش وثلاثة وعشرين مليون بس والله صاير عم غصلا ما أتعقد مع لعبين يا جماعة بلوتن تاون نجيب نجوم وما تقدر ترجع تأخذها وتزيد قيمتها فخليني أول شي نقدم له عارض بما أنه معنا فلوس سابطعش مليون يلا ما كتير رح مفاوض طلبوا 18.3 فصراحة أنا شايفها مناسب أنا ما بغضم حق حدا أنا رح أعطيك حقك وزيادة يا بوچيتينو يا حبيبي شو هام حاسم حاسم انت عبتلاع بتشامز شي بحبيبي مو بي تشيلسي حطوك صفتاني رح سويك نجم بإذن الله ما بداية خمس سنين إذا رحنا على نادي تاني شوف من هلا عم حطلك يا شرط العقد وبدي ياك تتجي نذكروها منيح يا شباب إذا انطردت وما إجاب فواللهي رح نجلدك جلد نحنا والمتابعين تشكيلي محترم عندك لافيا والإلبيو وما لا أحرار بيتطور بابلو توري ويوفيتشو هولاند طبعا حاليا عنا واحد مليون ممكن نجيب لعبينهم على أحرار حطيت تقريبا خمس ست لعبين على الاستكشاف لأنه ما بعرف ريتهم وهاي رح تكون أول تجربة لهولاند والأصدقاء ضد مين ضد سو ثامتون مباراتنا صعبة من البداية صراحة بعدها بنرجع بنكمل استراتيجيتنا بتدريب الفريق السلام عليكم سو ثامتون تشكيلتهم متر مشاعفين إن شاء الله بإذن الله قادرين قادرين بس ننعمل جنس التدريب للفريق لحتى نجيب ميزات لهولاند وممكن للافيا والله حلوة هاي الخطة بس بدنا شي صعب صعب لحتى يعطينا شي خيال شوف هاي متاهة المراوغ دائما بتعطي للعابين اللي بدي أهم يوفيتش وهولاند وللافيا أول الشي سرعة فائقة ليوفيتش مؤقتة بهاي المباراة فقط إمكانيات فنية لهولاند بتفيدنا مع سرعته وسرعة فائقة للافيا اللي رح يصير محور الأرض أفضل محور بالعالم بإذن الله هيا بنا يالله سموا بالله ونحاول نجيب النقاط يالله يا هولاند بلشنا مع هولاند المحطم خليفة الهاللاند رح نشوف شو وضعه اليوم بفيفا 24 ونجربه هيا بنا يالله رح أخذ لكم النقاط رح لتخلا تخافوا لا تخافوا لافيا يا لافيا على تقريبا 200 نقطة ما قدرنا نجيب ورح يدو التمرين رح ركز فيه أكتر هيا بنا لا تطلع اوو جبناها 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 هاي المرة جبناها شوف شوف المدرب من يخصها يعطيه إذن ثلاث ميزات لمدة مباراة واحدة تعبنا فيهم وإن شاء الله لحظة انفجار هولاند بالشاميونشي بالانجليز طبعا جماهير شفل ديوناتت كلها بتحكي بين بعضها أنه المدرب الجديد عنده لمسي المدرب الجديد قادر يتعقد مع نجوم ورح نحترم ورح نحاول نعمل أفضل من لوتن تاون بإذن الله هيا بنا هل فامتون دعوا بالكم البدايات السيئة يعيني يا لافيا تعاقد من النار يالله هولاند هولاند خلينا نشوف هل فعلا مدمر الله عليك هذا هولاند ولا هولاند هذا هولاند ولا هولاند مدمر مدمر انطلاقته رهيب جدا أزالت للأمام خطيرة هولاند هايلة 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 أهم شي الفريق له شخصية الفريق رائع عرضيه بالرأس هولاند يا مجلول هاذا شو هذا محطم هذا ونحن ما زلنا نتحدث عن طاقات 80 فقط يا ساد العابين عميلاقوا ما عادوا يجيبوها واحدة بوم بوم بليارد يا هولاند آيا لافيا آيا لافيا حطها خطيرة جدا واحد صفر ضيعة تقبل يا شفلت يالله يالله عور مباراة لسه عمل جس نرض الفريق نشوف وين نقاط الضعف لافيا يا هيني يا لافيا لا ممتع ممتع وهذا العملاء الأحرار سريع جدا هذا العليسار شوف السرعة شوف السرعة شوف العملاء الأحرار رائع واحد على واحد روح يا هولاند أيوة تعادل فرجيني احتفالك فرجيني احتفالك يا كبير فرجيني أيوة على طريقة السلسة وفي مهنة لعب يا كبير بإذن الله سنجد المركز الأول بالشاميونس شيب مع هذا الهولاند اللي رح يروح أقل شطاقات 90 إن شاء الله للبريمير اللي طييرة لا الدفاع أخطاء جدا غليصة سادة جدا من الدفاع يوفيتي يا سلام لافيا بابلو توري هولاند ممتع المدلل الجديد بعد تشاوي سيمونز رسميا المدلل الأول والأخير خلص رح يكون هولاند هذا مدلل إذا بروح البارسا رح تعقد معه إذا بمطع الدرجة الرابعة رح تعقد معه وين ما رحت رح جيبك يا كبير شوف الإنهام أجمله بالقدم الضعيف يا أبني متعة يسمي ما بيسم جماهير شيفل ديونايتد نتشكر هذا اللاعب ونتمنى له مستقبل كبير وإلك مكافآت كبيرة جدا خمس محاولات هدفين صراحة أنا حابب جرب مكان يوفيتي هذا الأرشير لأن يوفيتي لحد لا أعمل شيء وهذا شكله سريع تمانين سرعه وفي عنده يا الله بسم الله هولاند نوين التسجيل الهاترك بإذن الله هولاند يا السلام يا أرشير لا تخضلني يا أرشير حرام نتعادل بهاي المباراة تعادل اثنين اثنين ولكن ما زال وقت يا شيفل نقطة العقل تقدير بالبدايات لكي لا تنزل المعنويات خطيرة يا مطلق يا مطلق لا لا اثنين اثنين والله 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 يا وحش انت يا وحش أحمد هاووزيتش مدري ما اسمه يا الله يا بينا بلكي مرتدي بلكي قاتلي بلكي قاتلي بلكي قاتلي روح يا هولاند للهاترك هذا الهاترك هذا الهاترك اللي رهنت عليه خليك يا هولاند معي والله انتظرت ويفوت لمرر له حرام كمان الانهاء حلو ديروا بايكم هذا التوقيت قاتل أكتر من قاتل هذا رح يجلطنا لا 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 شيل يا حار شيل الله رحمنا يا قلبي صغير لا يا زحم الحمد لله رب العالمين أول مباراهم من أقوى المباراة اللي ممكن نلعبها بالشامل تعادو العادي لا تزعل لا تزعل لا تهرب خسي اسموالينو نعم مع كله عم يحكي عن هولاند أي أداء أي قوة خلينا نعمل مقابل نشوف أسئلتهم لأليك كيف دا تكون بالشامل هل معي ولا ضد لو تنتاون فاز 2-0 ايوه ايوه بتاريخ كرة القدم امدحوا ارفعوا المعنويات نشوفوا التفاصيل اوه هذا الـ LW لا يتفوت ويلعب الـ LW بي كمان مع أنه عنه اليسار بس بصير لعبين سريعين جدا وممكن نستفاد منه مكان تاني مجرم أكتر مركز سريع بيتحول لهو الـ RW RW كجناح مهاجم هذا خلص سنتركه محل ما هو ونعمله خطة وممكن نجربه إذا غيرنا الخطة هناك فكرة أنا أحطت مدرب هجوم ولكن لا يوجد تكي تاكا فمحطوط مبتدئ يجب أن نغيره فالفكرة يجب أنك المدرب يكون للتكي تاكا رأي الإشارة التي جنبها هذه هي شغلة جديدة تعلمناها يجب أن نفهمها كنا أربعة للتكي تاكا هجومي وأربعة للوسط وأربعة للدفاع هؤلاء للتكي تاكا هذا لا يوجد للتكي تاكا فهذا لا يوجد خبير فحاليا لا يوجد حالنا فحاليا لدينا مباراة مع بولتون الذي لديه نقطة من الأول دعنا نرى من الذي يجلد ببداية نوريج سيتي لدينا خصوم كبيرة لوتون تون أنا قودة من لوتون تون يالله بسم الله هاللوند يا ولدي يا نجم يا كبير يا كبير يا كبير والله عمل أداء كبير صراحة بيض الوجوه ليس مثل فيرغوسون اشترأ بالحلقة الأولى صراحة أعجاب العيد يعني ما عملها الأداء الكبير أيوة أبو شورت هل تكون تعطوني بانطلولهم بشفل يوناديد أو استعملوا لنرى وضعك الله عليك يا لابيا واحدة للأمام يا سلام ياوبيتش بالخبرة الله الله وين هو الهولند وين هو الويلند لماذا لا تتخدم ياويلند ويلند ويلند أنا لا أتحدث يا أنت وأنت وما نسمي المدلة الكبير هذا هذا شيء رهيب هذا هذا شيء رهيب هذا الكرة أرضية بالرأس يا إلهي كم هدف نحن في هذا الموسم سأحاول أن نحط رقم تاريخي ونرى الكرة بالرأس مستحيل هذا لا لا أحد يستطيع أن أقول أيوة هاولند يا إلهي هذا يخطف أيضا يخطف الكراد هذا العنيف الكرة خطيرة ضعت صراحة لا يجب أن تضيع شوط أول جيد لكن أريد منكم تستغلوا الفرص نحن أقوم صراحة فقط علينا التسجيل فقط علينا تهديف واحدة من أولند أولند مر ما أولند مر يا سلام على الدخل من اليمين اللا ريا البديل يالله واحد هاللوند 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 هاللند وحتها جميلة الأول يا إلهي لنها جميل نحن دقي Sache aha خطير الرأسي القاتل هل تكون؟ حكاً 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 صغاري مجنون حرام الله صراحة لكن كيف ستعالجون مشاكلكم؟ أعد بذلك إدارة النادي ومعنويات الفريق سيئة أنا أعتذر من إدارة شيففلد لأنني لابس جاكت برتقالي بألوان لوتن تاون من البداية وعمدور على أحمر بس ما عندي منلبس هاي؟ يلا 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 منلبس هاي طبعاً ترتيبنا مركز 13 بنقطتين والمركز الأول نوريج سيتي بستة ما زال الأمر موجود حالياً عنا مباراة بالكاربا وكعب ضد هال سيتي مهم جداً أنه نمشي بالكارب الأهم أنه نعمل تبديلاتنا والريح اللاعبين التعبانين لأنه الوضع صعب جداً على اللاعبين أنه يلعبوا كل المباراة يالله ما علينا ما علينا نعمل نروح نكتشف شوية شوية الفريق بشوية تبديلات مع هولند اللي إن شاء الله يفوزنا بالكاس يالله هاي غرفة الهال سيتي لا اليوم ما في مزلت اليوم جلت بإذن الله هذا الكبير العشق تر المدلل رح يجلد الأوسكار والهال سيتي يالله يالله هلوي هولند المحطم خطيرة حلو الصناعي ولد الأول يالله خطيرة جلت على كيفك تبعد حبيبي هل نرى أنا رح أجيبك على أول زاوية ونحاول نعمل خططنا اللي جديدة بإذن الله أيوة واحدة هولند كمل يا أبني كمل مرت من شيفلد استلام ما زالت عرضي يبرا الصعب على الحراس الجلاد الجديد قادم وهناك هدف الكاس يجب أن نحافظ عليه ونقصر أرى الكرة والوثب حضرها بالأرياحية خطرتها في الشباك ولا كأن هناك مدافع حارف هولند كيف سيهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دعنا نرى هولند ظهر هولند يالله يالله رأسك هولند حتى بالدفاع يا ابني ماذا تفعل أنت؟ أنت مجنون أنت أنت مجنون أنت لعيب أنت الكرة للأمام خطأ هذا هولند حقيقي هذا نفس هولند الحقيقي إذا تتذكروا مع بروسيا دورتموند هولند الحقيقي إذا تذكروا مع بروسيا دورتموند المساعد التنوي هو ساعب الد دفاع ضربوا بعض دفاع سوان سي ياه والله العظيم يعني بأخذ الله أعظم كورة خطيرة والشباك تتزس سوان سي سيتي على أرضهم وبين جماهيرهم والدفاع الكرة ما زالت هاي 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 تعذش هولند روح روح هذا تنتظر بابلو وهولند لازم نجيب الهدف اللعبين تعبوا اللعبين إرهاق أرضي بالرأس خطيرة لا ما نخسر ما نخسر بالدوري يا 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 13 دقيقة لافيا وهولند مرورك الصوري وإنهائك لافيا فرصة الأخيرة يا محور الأرض يا كبير هولند مات هولند في اللياقة لكن يحاول ما زال بابلو توري نزلها داخل مطقة الجزاء أي دراما أي كرة شيفلد يونيتد لنقطة ثمينة جدا داخل مطقة الجزاء بابلو توري سلامي جميل من بابلو يا توري مستحيل هذا السيناريو المجمول مستحيل الانهاء قتلتني بهاي الوطع شوف الكرة شوف الاستلام بابلو توري في التواني الاخير الكرة يا الهي نقطة من ذهب.. نقطة من ذهب يا شيخ الديا يونايتهد معنى 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 نصة شوي شوي رح يتفاهم مع بعض إذن عملوا لك طاقة هولاند منخفضة ولازم تغير له هاي.. والله هاي انا ما فهمتها تنزل الجاهزية وبترفع اللياقة تركيز على الطاقة اعتماد كله على الطاقة فبتنزل جاهزيته وبترتفع الطاقة خلينا نعملها أنتوا كتبوني اللي بيعرف هاي القصة شو وضعها اكتبوا لي كمان رح نسويها مع هاد والرجال واللياقة إذن حاليا رح نلعب ضد هال سيتي اللي فزنا عليهم بالكاس وإن شاء الله ونكرر الفوز هاي المرة على أرضنا وبين جماهيرنا إذن مع لافيا ختمناها مرة أخرى وجبنا النقاط متل ما شايفين جبنا ستة الاف صرنا خبرة بهاي التمرينات وإن شاء الله رح نعمل شغل حلو بس خلينا نشوف هل فيه تاعب الفريق رجعنا اللياقة لها هاي لا الفريق بيبلش هو نفسه إن شاء الله بيقوة يالله ضد هال سيتي أجواء نارية في الشاميونس شيب هذا هو هداف الدوري الكبير هذا هو المرعب هولند يالله يا كبير يالله يا كبير يالله يا جلاد الله على اللقطاض هاي بحبه أيوا سلام عليكم ما عليك بخص اسماعيلين ورح يجل رأسك يا مدلل رأسك ياه كان جابه من قدام الحال مين اللي معي بابلا ولا مين بوثق فيك ولا لا بوثق فيك ولا لا ياه يا ثيقة أنت يا توري بابلو توري كاد عن يسجل أول ثلاث مقاطبة الدوري لازم نجيبها بها المباراة كنت خايف مرر بس شوف 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 ما أقوى شوف ما أقوى لبابلو ياه على كرة ركنية يالله يا هويلاند يالله يا هويلاند بالراس يا مدمر وتضربهم لافيا لافيا كيف تتزديد يا لافيا لافيا ها حد بس بايد ياه حاول هال السيتي كيف يفاجئنا ب hassle نين يا訂 يالله ما وجه Unters حلوة اللمسة مازالت أرضية الكرة حاولة وضع الجزاء لافيا 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 الثانية في الشباك حرام بالرأس يا الله صعب الدوري صعب الكرة الأمام هولون كيف مسكها الحارس هلوين هلوين الهولند تعب ولكن سيسجل هذه المرة جيبها من الشبكة جيبها من الشبكة يا ولدي يا مذلل خلاص خط 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 حرام حرام أداءنا بالدوري يضيع بهذا الشكل ارتبنا مركز عشرين ثلاث نقاط والصدارة ما زالت ب 12 نقطة يعني لسه 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 بس نغير تغيير تغيير وين بيكون هذه الخطة قدامكم الحلق القادم ممكن ان نبيع لعبين شوفوا هذه تشكيلتنا وتشكيلتنا فيها لعبين كثير عدد كبير جدا ممكن ان نبيع لعبين ونعوضهم بالعبين آخرين نستفاد منهم بالتشكيلة فهاي الخطة قدامكم اكتبوا لي وين النقاط الضعف اللي شفتوها وشو ممكن نعمل حتى نرجع بعودوا قوي بالدوري ودمتم بألف بخير موسيقى